اشتركوا في القناة فيما تعلق بصيد في علي البحار لدينا مجموعة من الصيادين الذين يرغبون في الذهاب إلى صيد إلى موريطانيا في إعادة بعث الخمس الإيجازات الصيد على مستوى موريطانيا وكذلك كما ترون أن فيه انتعاش في بناء وصيانة وصناعة سفن في الجزائر فقد قدمت لأخ رئيس الوفد البرلماني الموريطاني جملة من الإمكانات التي بإمكاننا أن نقدمها في هذا الميدان وكذا في ميدان طربية المائية في الجزائر تقود تجربها كذلك متميزة وكذا في مجهد تكوين ثانية دولة غنية بالأسماك عندها حدود 750 كلم على شاطئ البحر وطبعا هذه الأسماك نحن مستعدون لتصديرها إلى جميع الدول خاصة الشقيقة والجار طبعا الجزائر الذي تربطنا به علاقات تاريخ وعلاقات جغرافيا ويعني نذمن كذلك تعليمات السمع التي أعطاها معالي رئيس الجمهوريسي دعو المجيد تبون أمس بفتح الخط البحري بين موريتانيا والجزائر لا شك أن هذا الخط سيساعد طبعا في تصدير السمك من موريتانيا إلى الجزائر وكذلك تصدير المنتجات الجزائرية إلى موريتانيا حيث نحتاجه إليها وإن شاء الله لما ينتهي الطريق الذي تم توقع مذكر التفاهم حوله طريق تندو في الزوارات هذا الطريق لما ينتهي تشهيده سيكون طبعا بوابة الجزائر على الجنوب على موريتانيا وعلى الدول الأفريقية الأخرى